مرحباً، أنا مهند أبو رزق مخرج مكاتب أفلام أردني طبعاً هناك أشخاص يتخوت علينا أفلام أردنية حتى يكون لدينا مخرجين أصلاً بس أنا موجود في هذا الكوكب معكم وأعمل أفلام أردنية ومن أول ما بلشت أعمل أفلام أردنية فيه تقليق كثير بسمه إنه يعمل أفلام هاي شغلة كماليات ليش ضروري يكون فيه أفلام بحياتنا؟ وليش لازم إحنا كدولة نحط وقت وجهد ومصاري حتى نعمل صناعة أفلام؟ فهل فعلياً مش لازم يكون عندنا أفلام أردنية؟ رح أبلش بسؤال كم حدا هون بيعرف مصطلحات تركية؟ البنات بتخيل كله يرفع أي دول كم حدا هون بيعرف نحفات مصرية؟ أو اللي بسموها إفهات؟ أغلبنا بيعرفها ويستعملها بحياته اليومية وبتخيل أغلبنا بيسمع جملة أول ما يشوف هاي الصورة الحكمة المعروفة البيت ده طاهر وحيفضل طول عمره طاهر، ليش تتخيلوا وصلتنا هاي المعلومات؟ وصلتنا لأنه باختصار العالم بتناقل أفكاره وثقافته من خلال فنونه طبعا غير معرفتنا بالرقصات الهندية أو بأسلوب الحياة الأمريكي بكامل تفاصيله هاي العالم بتناقل أفكارها وثقافتها من خلال فنونها ومن أهم الفنون في توصيل هاي المعلومات هو الأفلام ليش الأفلام؟ لأن الأفلام باقتصار هي من الفنون القليلة اللي بتستعمل الأسلوب السمعي والبصري في توصيل المعلومات ممكن تحكولي تمام يعني فائدة معنوية ثقافتنا بتنتشر بس مش فائدة ملموسة في حياتنا اليومية بس شو بكون رأيكم لو بحكي لكم أن الأفلام في دور في نمو اقتصادات الدول في إحصائية نشرتها تي سي آي ريسيرج كانت تحكي أنه واحد من كل عشر سياح بروح على كولومبيا بروح لأنه متأثر بشكل مباشر بمسلسل ناركوس وغيره من المسلسلات اللي كمان بتعرض كولومبيا بأعمالها هون كان مسلسل عم بيعرض كولومبيا عم بيأثر على السياحة في هذه الدولة وبالتالي كان عم بيأثر على اقتصادها حتى لو بشكل غير مباشر للأفلام في دور تاريخي كيف يعني؟ الأفلام ممكن كثير تعتبر مرجعية لبعض الحقب الزمنية لو ناخد مثال مصر لو أنا بدي أعرف مصر قبل خمسين سنة كيف كانوا يعيشوا؟ كيف كانوا يأكلوا؟ يشربوا؟ شو المصطلحات اللي بستعملوها؟ شو المشاكل اللي بعانوا منها؟ شو الحلول اللي بستعملوها حتى يعالجوا هاي المشاكل؟ واحدة من المراجع اللي ممكن نستعملها هي أفلامها خاصة الأفلام اللي بتكون تصورت بهديك الحقب الزمنية وبتعرض هديك الحقب الزمنية هون صراحة بيغطر لي التساؤل خلينا نفكر فيه سوا لو واحد بعد خمسين سنة من اليوم أجا يعرف الأردن في عام 2018 كيف كانوا عايشين؟ كيف كانت حياتنا؟ هل عنده أي مرجعية مصورة من مسلسلات أو أفلام تأكس حياتنا؟ ما بعرف بس تساؤل حلو انه نفكر فيه هلا أنا شخصيا أكتر الشغلات اللي بتخليني أتحمس اني أعمل فيلم هو اني يكون بناقش القضايا الحساسة في حياتنا القضايا اللي بتستاهل انك تحطها قدام المشاهدين وتحكيلهم خلينا نفكر بحلول لهاي المشكلة قضايا ممكن تكون بتوجهنا على مستوى البيت أو على مستوى الدولة أو على مستوى العالم كله وواحد من الأمثلة اللي كتير بحبها على هذا الموضوع هو فيلم بلود دايموند فيلم بلود دايموند هو فيلم انتاج عام 2006 بهوليوود هذا الفيلم بطولة لينادو ديكابريو الفيلم كان بيحكي قضية استخراج الألماس والأحجار الكريمة في بعض المناطق الفقيرة بأفريقيا للي ما حضر الفيلم كان عم بيفرجي وبفضح مشكلة كيف هذا الاستخراج للأحجار كان عم بسبب بفقر بعمالة أطفال قتل لأبرياء إنشاء جمعات مسلحة وغيرها من المشاكل في هديك الدول شركات الألماس الكبرى في العالم أول معرفة عن إنتاج هذا الفيلم عملت حملة إعلامية بالتعاون مع الويلد دايموند كامسل عملوا حملة إعلامية قيمتها 15 مليون دولار الهدف من الحملة تحسين صورة الألماس كانوا عارفين إنه بمجرد ما ينزل هذا الفيلم على دور العرض ويفضح أسليب استخراج الألماس في بعض الدول هاي كانت رح تنظر مبيعاتهم بشكل خرافي فتخيلوا معي كيف ممكن فيلم يكون عم بخوف شركات كبرى بخوف دول ممكن يكون بخوف أفكار ناس وبيغير مسار قضايا فالأردن؟ الأردن شو دورها في هذا المجال؟ هايع فكرة صورة لأول فيلم أردني تم إنتاجه بالخمسينات كان اسمه صرافي جرش سألت صديق إلي مختص في السينما الأردنية حاليا بيشتغل في الهيئة الملكية للأفلام وقلت له كم فيلم أردني تم إنتاجه من الخمسينات لألفين وطمانطاش اليوم كم بتتخيلوا الرقم؟ 100 200 300 حكالي تم إنتاج ما لا يزيد عن 25 فيلم بس متخيلين الرقم؟ حتى نحطه في سياق مصر مثلا تنتج هذا العدد بأقل من ثلاث سنوات طبعا هذا مش مقارنة عادلة مع مصر لأنه بنهاية مصر دولة رائدة في هذا المجال بس يعطينا مؤشر العالم كيف عم بيثير الأردن بتنتج مسلسلات مظبوط ومسلسلاتنا لها نسب مشاهدة ممتازة جدا خاصة في دول الخليج بس المسلسلات الأردنية أغلبها طابعها بدوي هذا الأشي يبش بالضرورة أنه يكون سلمي إحنا منعتز بالثقافة البدوية منعرف أنها موجودة في ثقافتنا ومنشوف أنه من الضروري أنه يكون في أعمال بدوية ومنحطها أمام المشاهدين وفي الشاشات وفي مسلسلاتنا وفي أفلامنا بس جميعنا مدركين أنه كمان ثقافتنا مش بس بدوية في عنا كثير قصص تستحق أنها تروى من جميع المحافظات ومن العاصمة في ناس ممكن تحكي لي كلامك شاعري عم تحكي لنا خلينا نعمل أعمال أردنية بس إحنا مش جاهزين صح كلامه؟ ما بعرف بس هوليوود هي اللي بتجاوب هذا السؤال هوليوود تقريبا كل سنة بتم أنتاج أعمال أو أجزاء من أعمالها عندنا في الأردن وممكن أفلام تكونوا حضرينها ومش عارفين أنه هاي الأفلام تم تصويرها في الأردن من هاي الأفلام، The Martian، The Hurt Locker، علاء الدين، Star Wars، Transformers وغيرها من الأفلام اللي مقدرة عالمياً هاي الأفلام تم تصويرها بالأردن غير طبعاً الإنتاجات الشرق أسيوية والأوروبية كانت عم بتم إنتاجها بالأردن لأن الشركات الكبرى هاي كانت تعرف أن الأردن فيها أرضية خصبة من مواقع تصوير، من إمكانيات، من كوادر لأنه كان يكون فيه كوادر أردنية عم تشتغل على هاي الأفلام ومن تسهيلات فالعالم بلش يستثمر الأردن وإحنا لسه فشو دورنا؟ شو لازم نعمل؟ رح أكي عن حالي أنا شخصية، أنا مؤسس سيرة للأفلام سيرة للأفلام هي حركة هدفنا منها أن احنا نبلش نحرك عجلة الأفلام الأردنية وعلى فكرة هاي صورة للشباب الفريق وهم لاسعين في منهم ناس هون، تحية الشباب عراسي أنا هيك بكون ضمنت العشاء الليلة على حسابهم هدفنا في سيرة أن احنا نبلش ننتج هاي الأعمال نحكي للعالم قصصنا في الأردن وعشان نبلش بهاي الطريق فكرنا أنه لازم تكون البداية من عند المشاهدين لازم نوصل لأكبر عدد ممكن من المشاهدين وعشان نعمل هيك رحنا للأونلين بلاتفورمز ما رح أحكي كثير عن سيرة رح أحضركم شغلات عملناها لأهن لأم تفضل أحب هاي البقمية، تشبهني، أنا بالضبط زي اللي بتقرى الفنجان بس الفرق إنه أنا بقرأ العيون، عيون الركاب وهذا أكثر إشي بطيير لزهقي سويلح، 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 هيا الباص، هيا الباص، هيا الباص أنا يا سيدي كنترول هالباص الأجرة شباب، الأجرة هذا سمحت له بس عندي مغارات كثير غير لم المصاري كل يوم الصبح بأسرح بالناس اللي طالعا واللي نازلت بقلب أشكال وألوان بس في شبه واحد بينهم بتصدق أغلب اللي بيطلعوا معي بالباص وش مقتنعين بالمحطات اللي رح ينزلوا فيها بلنا ترجع شاب على المسورة وراء على المسورة على المسورة الناس نفسها نفسها أحفظتم الله وكيلا الشاب هذا مثلا بيشتغل محاسب بعرف من شنتته وملفات الضريب اللي فيها بس بضمن لك إنه خفان عقله ليكون مصور آه بعرف من مسكته لتلفونه كل يوم بتمنى ينزل محطة الشاب الثاني هذا مع إنه الثاني برضو مش كثير مبسوط باللي بسويه بيني وبينك معو حاك محدش عارف قيمته ونفسه ينزل بالمحطة اللي بعدها أبو حميد بلت قاعد إنها الصبية بعينها قبلة حزين هاف دائما تتيجي فيه حتى الصبية هاي نفسها ما تكونش هون أصلا يا زلمي أقسم بالله بضحكه بحزنه بنفس الوقت كل واحد فيهم نازل على محطة ببدوش إياها ونفسه بمحطة الثاني والثاني نفسه بمحطة الثالث وطعه قايمة أنا؟ لا أنا أساساً مليش محطة طب أقول لك عشغلة ما عمري تخيلت أكون هون ليش؟ لأني بعرف سعبر ولا عمري كنت شاطر بحصص التعبير وامتحاناتها هادي سيدة آخر امتحان نجحته بالزور بتوجبت فيه 52 مش موضوع أنا هيني هون وقاعد بعد بر الشارع هات أنا حافظة على فكرة بمرق منه كل يوم بس اليوم شكله غير كل شي هون بها اللحظة غير ريحت الهواء طعم المي صوت الناس حتى أنا حس حالي للي وبتعرف؟ مع إنه صوتي رايح بس مبسوط يمكن هاي أول مرة بيروح مني إسي وبنبسط شكراً 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 والحمدلله هلا تمت مشاهدة هاي الأعمال وغيرها أونلاين من ملايين الأشخاص وتفاعلوا معها عشرات العلاف خلي عنا ثقة وأمل إنه هاي الصناعة ممكن تكبر ثقة بإنه نحكي لصانع المحتوى الأردني إنه روح اعمل عمل وانشره الناس رح تدعمك لو شافوا إنه فيه محتوى بيعبر عنهم وبشوفوا إنه جودته عالية صار عنا ثقة إنه نحكي كمان للمشاهدين إنه شوفوا صناع المحتوى الأردنيين في عنا صناع محتوى مبدعين شوفوا شغلهم ويدعموهم وإحنا شخصياً مش نوين نوقف هدفنا إنه لازم نوصل للعالمية وليش؟ لا ليش؟ لما أنت تكون شخص مستعد إنك تحضر مسلسل إسباني بس ما بتعرف إسباني ممكن تحضر مسلسل تركي بس ما بتعرف تركي أو إنجليزي وإنجليزياتك عقدك فليش؟ لا ليش ما يكون فيه شخص بأي بقى في هذا العالم قاعد عم بيحضر في فيلم أو مسلسل أردني ومستمتع فيه وعم بنشر فيه وما نحس إحنا إنه هذا الإشي الغريب بالعكس يكون هذا الإشي العادي وخلينا أحكي لكم شغلة أنا شخصياً مؤمن فيها إنه زي ما إحنا متعطشين إنه نفرج العالم أعمالنا العالم خسرون عدم وجود أفلام أردنية ممكن البعض يفكروا إنه هاي جملة مبالغ فيها بس أبداً أنا مؤمن فيها لأنه بإختصار التراث الأردني هو تراث إنساني من حق العالم إنه يعرف شو في قصص في هاي البقعة من الأرض عم بتصيروا وكيف حياتهم وعشان نعمل هيك لازم نعمل أفلام أفلام بتحكي قصصنا أفلام بتعبر عنا أفلام بتحكي للعالم إنه إحنا موجودين وهيك فنة أفلام بتنشر وعي وبتنمي فكر أفلام بتساهم ولو بطريقة غير مباشرة بإنه نطور من منطقتنا وحتى نعمل هيك صعب كتير إنه نعمل هاي المسيرة لحالنا لازم نعملها مجتمعين ممكن كون في ناس موجودة هون بهاي القاعة فننين وبحكي فننين لأنه ممكن تكون رسام أو ممكن تكون مغنية أو ممكن تكون شاعر أو ممكن تكون صانع أفلام وممكن تكون ولا واحد من هدول بس صخص متذوق للفن وبينشره وبدعمه إنه إحنا نشترك سوا إنه نخلي الأردن تساهم في هذا الحوار العالمي الفني شكرا